استبقت النتائج وطرحت نسبا مرتفعة لكن لائحة البيارتة وصلت إلى المجلس البلدي بنسبة هي الأدنى في تاريخ الانتخابات البلدية في العاصمة مع طرح علامات استفهام كبيرة حول مدى شرعية تمثيلها أهل بيروت إذ كيف تختصر بلدية العاصمة ب 47 ألف صوت بيروتي من أصل نصف مليون صوت تكون حقيقة فضيحة انتخابية بالألفين وعشرة نيلت اللائحة المدعومة من طيار المستقبل نحو 69% من أصوات الناخبين آنذاك الذين اقترعوا أي ما يوازي نحو 13% من الناخبين في بيروت جيبت حوالي 60 ألف صوت اللائحة الآن جاي بمعدل وسط اللائحة 43 ألف ما يعني أنه حاصلة على نحو 8.8% من عدد الناخبين في بيروت وهذه نسبة متدنية جدا 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 لأطع النفس هذا المجلس بلدي غير شرعي ما عنده أي شرعية شعبية يعني فيه أكتر من 91% ضده ما صوتوله أنا بتمنى على دولة الرئيس الحريري أن يتشاور مع مساعدته فلعله يدعو إلى استقالة هذه البلدين وتجرى انتخابات جديدة بقانون انتخاب جديد يعتمد النسبية أو الصوت الواحد في البلدان المتحضرة أي انتخابات لا يتحقق فيها نسبة الاقتراع 25% تلغى وتبطل ويعاد وتعاد الانتخابات قانون اللبنان للانتخابات لا يلحظ نسبة النسبة كيف يجب أن تقول إذا اعتمدت النسبية نسب المشاركة سوف تزيد في كل المناطق اللبنانية إذن لألية في قانون الانتخابات البلدية تحدد النسبة التي على أساسها يعلن فوز أو خسارة المرشحين ما يفتح الباب واسعا أمام المطالبين بقوانين انتخابية جديدة لا تتوقف عند قانون الانتخابات النيابية بل تشمل كذلك قانون انتخابات بلدية لم يعدل منذ عام 77 ألين حلاق قناة الجديد